بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا بكل متابعي على قناة طيج السات وأهلا بكم في فيديو جديد على القناة إن شاء الله في فيديو النهاردة هنشوف طريقة استقبال الأمر الأوروبي أو الهودبيرد 13 شر على طبق متر بكل سهولة هتبدأ تشوف إزاي هتستقبل الأمر بكل سهولة وإيه أهم الحاجات اللي لازم تراعيها علشان تبدأ تستقبل الأمر بكل بساطة زي ما احنا عارفين أن الأمر ضعف في الفترة الأخيرة فحبنا نعمل فيديو لطريقة الاستقبال عشان الناس اللي بيتواجه صعوبة في استقبال الأمر وزي ما احنا عارفين أن الأمر الأوروبي تخطيته كويسة جداً في مصر لكن المشكلة أن في الأوينة الأخيرة الأمر ضعف شوية فالأطباء بالنسبة للخمسة وتمانين والأقل من الخمسة وتمانين بقت فيها مشاكل فإنت علشان تبدأ تستقبل الأمر الأوروبي لازم يكون معاك طبق متر وقطعة كويسة فده هيكون فيديو النهاردة هنشوف طريقة الاستقبال فتابع معانا الفيديو علشان تبدأ تشوف إزاي تستقبل الأمر بنفسك بكل بساطة هنبدأ نروح للفيديو بتاعنا عشان ما نتوالش عليكم لكن لو أول مرة شوفنا على القناة منساش دعمنا باللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان وصلك كل فيديوهاتنا الجديدة على القناة ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا مع بع اهلا بكم مرة تانية وهنبدأ نشوف مع بعض إزاي هنستقبل الأمر الأوروبي في الموقع المداري 13 شارع أول حاجة لازم تكون عارفة علشان تبدأ تستقبل الأمر الأوروبي وما يتعبكش في الاستقبال لازم يكون الطبق بتاعك مزبوط وما فيهوش أي خبطات أو أي فتل في حروف الطبق يعني لازم يكون الطبق ما فيهوش خبطة ما فيهوش فتل في الحروف طب أنا عشان تعالج الفتل عشان تعالج الفتل هتروح مثلا على أمر زي النايلسات تستقبل أي تردد قوي زي قناة المجدة أو أي قناة تانية وتبدأ تشتغل على حروف الطبق وتثبت بقرة الطبق وتثبت الدراع بتاعك بحيث أنك تستقبل الإشارة ما تقلش عن 91% عشان تقدر تستقبل الأمر الأوروبي على الطبق بتاعك والأفضل أن يكون الطبق بتاعك متر مش أقل من متر يعني بلاش الاطباق الخامسة وتمانين علشان هتتعبك شوية في استقبال قنوات 11 وقنوات كلام بلاس لأن الترددات أو التخطية بالنسبة للأوروبي ضعفت شوية فبقى صعب على الطبق الخامسة وتمانين تاني حاجة لازم يكون معاك عدسة قوية بحيث تسهل معاك الطقات الترددات بسرعة وما تتعبكش في ضبط أو استقبال الترددات الضعيفة يعني حاول تجيب عدسة زي النوفا أو ستار نت أو أي عدسة قوية بلاش العدسات اللي هي الشعبية الرخيصة هات عدسة كويسة بحيث تسهل عليك وتكون سريعة معاك في لقطة الترددات هنشوف إزاي إن احنا هنستقبل الأمر بتاعنا بكل سهولة أول حاجة وانت واقف على النيلسات زي ما احنا شايفين على الشاشة الإشارة بتاعتنا على النيلسات 92% هبدأ أنزل بميل العدسة سنة كده تمام؟ هلاقي إن شرط الأمر بقت معايا 76 تمام؟ أنا عايز الميل على الوضع ده كده لو أنت عايز تزوده سنة زوده سنة تمام؟ لو حتى 84 المهم تنزل ميل العدسة سنة لأن انت كلما تتحرك نحية إيدك الشمال أو نحية أقمر الشرق ميل العدسة بينزل تمام؟ لكن انت لو بتروح الناحية التانية يعني لو بتستقبل أمر قبل النيلسات بترفع وش العدسة أو بتزود ميل العدسة بعد كده هبدأ أروح للطبع بتاعي وأبدأ كده أهوي الطبع بحيث إن هو يتحرك معايا ويطلع وينزل تمام؟ يبقى أنا كده واقف على النيلسات هبدأ أروح على الأمر الأوروبي وهجيب تردد قناة ري واحد اتش دي التردد ده 11 766 رأسي على 29900 هبدأ أتحرك نحية إيدي الشمال همشي بالطبع كده حوالي 40 سنط بالزبط تمام؟ وأبدأ أرفع وش الطبع لأن طبعا أنا ما بروح نحية الشرق وش الطبق بيرفع لو بتحرك نحية الغربة نحية إيدي اليمين ووش الطبق بينزل هرفع وش الطبق وأتحرك سنة وانزل أخذ سنة وارفع أهوت لقط معايا أشارة تمام؟ يبقى أنت أهم حاجة عشان تلقط الأمر لما تتحرك تتحرك سنة بسنة وترفع سنة وترفع تمام؟ ما يجيش معاك السنة اللي أنت طلحتها تنزلها تاني طبعا هو لقيت معايا التردد دهوت فابدأ أثبت الطبق بتاعي بحيس أن أنا أحاول أعلي الإشارة الإشارة معايا جايبة ستة وتمانينكة جايبة تسعين يبقى طبق وش الطبق عايزيرفع سنة حاول أرفعه سنة هجمد على كده يبقى كده الإشارة معايا بيطلق التسعين في المية أحاول أجيب سنة من ميل العدسة الإشارة قلت أرجح تاني السنة الإشارة تسعين في المية بتقل يبقى هو ده أفضل ميل للعدسة كده تمام الإشارة بتاعتي لقيت التسعين في المية أبدأ بقى أشوف الإشارات بتاعتي كده الإشارة معايا هي تسعين واحد وتسعين أروح على الإشارات بتاعتي وأشوف الكنوات المهمة عندي وهي كنوات وكنوات أشوف الإشارة بتاعتي هلاقي الإشارة معايا بطلقت أربعة وتمانين أخد الطبق سنة علي كده هلاقلت أروح هناك يبقى الإشارة بتاعتي أربعة وتمانين في المية ممتازة أربعة وتمانين في المية مش هتلاقي تقطيع أو أي مشاكل أشوف كنوات كنال بلس تمانين في المية اشوف باكت بول سات سبورت تمام يبقى الباكة شغالة اشوف قنوات 11 شغالة بعد كده اروح على قنوات نوفا سبورت باكت نوفا سبورت هلاقي الاشارة معايا هي تسعين في المية تمام يبقى كده الطبق بتاعي بنسبة كبيرة وصلت لافضل اشارة او وصلت لاعلى اشارة يبقى انت علشان تستقبل الامر بقوته او تستقبل الامر بشكل كويس لازم تزبط بقرة العدسة وتزبط من العدسة واهم حاجة زي ما قلنا ان يكون حالة الطبق كويسة وما يكونش فيه اي مشاكل بالنسبة لحروف الطبق وبقرة الطبق وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا لو عندك اي مشكلة في استقبال الامر ينتسبها في التعليقات وان شاء الله هرد عليك اتمنى تكونوا استفدتم استنوا ان شاء الله فيديوهات جديدة على القناة ما تنسوش دعمنا باللايك والاشتراك وفعل زر الجرس عشان اوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة على القناة اشوفكم على خير السلام عليكم